والآن كلمة لمعالي الأمين العام شكرا ما عليك بسم الله الرحمن الرحيم صحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني بمناسبة عقاد الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية أن أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض خاصا بالترحيب بالسيد توني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مع التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون لعلاقاتها وشراكاتها التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجلت في تعزيز التعاون المشترك من خلال عقد ثلاثة اجتماعات وزارية في أقل من عام متطلعا إلى أن يتكلل هذا الاجتماع بالتوفيق والسداد أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تأكيدا على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين والتزامها المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة والقمم السابقة التي عقدت وكان آخرها قمة جدة في 16 يوليو 2022 والاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي الحضور الكريم أن اجتماعنا اليوم يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة والغير مسبوقة التي تشهدها المنطقة بما يحتم علينا مضافرة الجهود على كافة المستويات لخفض التصعيد ومنع جرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار بسبب الحرب في قطاع غزة والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر التي تهدد الأمن البحري وحرية الملاحة فضلا عن خطر الانتشار النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وإذن أكد على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على غطاع غزة والمطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في كافة أنحاء غزة بما في ذلك مدينة رفح وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة كما نشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فاعلة لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وعمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة وأود هنا أن أشير إلى البيان الصادر عن الاستثنائي الأربعة والأربعين للمجلس الوزاري بمجلس التعاون الذي أكدنا فيه على التزامنا بالدعوة التي أطلقناها لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام أصحاب السمو والمعالي والسعادة أن استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة وتوسع دائرة الصراع وتحديد الأمن والاستغرار مما يتطلب من كافة الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل الخلافات سياسيا عبر القنوات الدبلوماسية لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب كما أننا نعرب عن قلغنا البالق بعد التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر على خلفية الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تمثل تهديدا غير مغبولا للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية ونؤكد على قرار مجلس الأمن رغم 27-22 الصادر في يناير 2024 الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة السفن العابرة في البحر الأحمر أصحاب السمو والمعالي والسعادة أن العلاقات الخليجية الأمريكية مفعمة بالإنجازات المتعددة الملموسة والتي تشكر حجر الزاوية لهذه العلاقات مشيدا في هذا السياق بمخرجات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حيث عقدت خمس قمم مشتركة خلال الأعوام الماضية وعدد من الاجتماعات الوزارية التي قدمت إرشادات واضحة حول السبل المثلى للمضي قدما في شراكاتنا وتطويرها وقد انبثق عن هذه الاجتماعات الوزارية مجموعات العمل المشتركة التي تغطي عدة مجالات منها مجموعة العمل المتعلقة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي المتكامل مجموعة العمل المتعلقة بالأمن البحري مجموعة العمل المتعلقة بالأمن السيبراني مجموعة العمل المتعلقة بالتدريبات العسكرية مجموعة العمل المتعلقة بالعمليات الخاصة مجموعة العمل المتعلقة بمكافحة الإرهاب مجموعة العمل المتعلقة بالمجموعة الخاصة في إيران مجموعة العمل المتعلقة بالتجارة والاستثمار وهي مجموعات تعمل جميعها على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وأود هنا أن أشير بكل فخر واحتزاز لمستوى التعاون والتنسيق العسكري المشترك لا سيما وأننا ومن منطلق سعينا نحو تعزيز التعاون العسكري فإنه يجري العمل حاليا على عقد اجتماع مجموعتين العمل للدفاع الجوي والصاروخ والأمن البحري في شهر مايو القادم كما يسرني أن أشكر المختصين من الجانبين على الجهود المبذولة لعقد حوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة المقرر عقده في 26 يونيو 2024 في الولايات المتحدة كما أرحب بالدعوة لعقد اجتماع الطاولة المستديرة للرجال الأعمال بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في 27 يونيو 2024 الذي تنظمه قرفة التجارة الأمريكية في واشنطن تزامنا مع انعقاد القمة الأمريكية العاشرة للاستثمار معالي الصديق توني بلينكين أكرر الترحيب بك هنا بين أصدقائكم في مجلس التعاون مشيدا بشاركاتنا المتميزة التي سعد دوما إلى تعزيز دعاء من الأمن والاستغرار والازدهار والتفاهم المشترك متمنيا لاجتماعنا هذا التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة